ما ينفعش يبقى فيه اثنين مواطنين في بلد واحدة مواطن بيعني يتنعم بكل الخدمات ومواطن محروب من كل الخدمات عشان كده اللي بيعمله الرئيس عبدالفتاح السيسي دلوقتي انا بقولكو انه مش انجاز يعني يقترب من مرحلة الاعجاز لانه مش بيعمل بس شغله اللي هو المفروض عليه كرئيس الجمهورية ده بيعمل شغله وشغل اللي سبقوه اللي معملوهوش انا بقول هذا الكلام وربي يشهد علي ان ده ليس نفاقا ولا مجاملة لكن الواقع بيقول كده واللي ما بيشوفش معايا هذا الواقع يبقى عنده مشكلة في الشوف يبقى عنده مشكلة في البصيرة والبصر وعليه ان هو يلاجع حساباته الكلام ده احنا بنقوله لا نبتغي من ورائه الا مرضات الله اقسم بالله العظيم وربي يشهد على هذا الكلام ان اللي بيعمله الرئيس عبدالفتاح السيسي خصوصا الكلام اللي انا بقول لكم عنه النهاردة ده فيما تعلق باعادة الريف المصري الى اصله و الى حضرته و الى خدماته و الى بنيته و الى رخاءه ده مش بس شغل الرئيس الحالي ده شغل الرئيس الحالي والرؤساء السابقين والانظمة السابقة والحكومات السابقة اللي ما عملوهوش اللي سقطت من حساباتهم فبالتالي اهم الى الريف المصري فالان نحن نصحح الاخطاء و نقلل الفجوة و نقلل المسافة و نعطي لاهلينا في الصعيد و في الريف ابلي و بحري حقهم اللي اتهضم حقهم اللي اتناسى سنوات طويلة جدا 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 قان الاوان ان يعيشوا حياة كريمة قان الاوان انه هم يتنعموا بالخيرات و النعائم و الخدمات اللي متنعم بيها مواطن مصري زي و زيهم بالظبط لكن حظوا انه في المدن و العواصم بتاعة المدن الكبرى و المراكز الكبرى بس هو ده الحظ بس لكن ده حظ ما ينفعش في ادارة الدول لكن ايه اللي ينفع في ادارة الدول مش الحظ العدل وهو ده اللي بيحصل دلوقتي يا سادة العدل انه كل واحد ياخد حقه وكل واحد حرم من شيء ما يسقطش حقه بالتقادم مش خلاص بقى انت فارت عليك الفرصة في السمعينات والتمانينات والتسعينات يبقى راحت عليك لا حقك تاخده ولازم بعد فترة قليلة من هذه المبادرة القومية و المشروع القومي لتطوير الريف المصري في حياة كريمة ان بعد كم سنة كلنا نقف على خط واحد كلنا بناخد نفس الخدمات كلنا متنعمين بنفس المقاومات كلنا على قدر واحد من الحقوق و الواجبات ما فيش فرق بين مواطن و مواطن عشان ده حظه انتولد هنا و ده حظه انتولد هنا عشان كده بقول لكم انه النهاردة يصلح جدا الخميس 15 يوليو 2021 ان يكون اعلانا و انطلاقا لجمهورية مصر العربية في نسختها الجديدة اعلان وتدشين للجمهورية الجديدة وهذا يستحق ان نسمع له السلام الجمهوري للجمهورية الجديدة اشتركوا في القناة